ومعنا اول سؤال النهاردة استاذ اسلام الآليبية اهل السلام عليكم ازاي حضرتك علي صوتك ازاي حضرتك يا فضي gimnasl اتفضل يا استاذ اسلام ازاي حضرتك بنعم وفضل الحمد لله ازاي حضرتك يا فضل الشيء كل سنة ومصر كل اللغة طايبين كل سنة حضرتك طايب وبصحة وبسلام وبنعم وفضل يا رب علينا وعلى كل المسلمين اللهم علينا نعمة مصر كل اللغة يا رب وامحتنا يا رب العالمين أولا حضرتك يا فادرة الشيخ كان عندي استفسار كده عايزة استفسار حضرتك عليه اتفضل أنا دلوقتي اشتغلت الشركة وأنت كنت بتهني معلش أن كنت سامع كنت بتهني كمان أمهات مصر الأمهات المصر طبعا 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 كان عندي يا فندم استفسار يا سيد الشيخ عايزة استفسار عنه إذا كنت هل ينفع أن أنا أعمله ألا ما ينفعاش اتفضل يا حبيبي بلوقتي يا شيخ فيه أنا اشتغلت بشركة اسمها انتر ناشولان تمام اتفضل الشركة ديت أنا قالوا لي أننا لها مرتب بس أن أنا أجيب لها الناس والناس ديت كان بيجي بتنصب عليها تاني كده ايه ايه الشركة ديت كانت بيتنصب على الناس تمام طيب كويس وأنا كنت من ضمن الناس اللي أنا بجيبهم كان يعني الناس كنت أحب بجيب ناس يعني دوت شكل من أشكال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي وكده وانت بتجيب الناس بتجيب عندك أزرع فبتجيب الناس ايه بس أنا ما كنتش أعرف طيب وبعدين نكمل تمام بحال دي الوقتي هل أنا أشيل معهم في الوزر دوت وما أشيل شي حسب أنت كنت إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكروه عليه في حاجتين اسمعني طيب اسمعني طيب عشان بس الكلام مش ليك بس يا إسلام ليك ولكل شباب كل الشباب لأن المسألة دي الشركات دي كترت قوي وأقول لك حاجة إحنا أول ما أول ما طلعنا الفتوى بحرمة مثلا التسويق الشبكي الناس قامت وما أعدتش وقالت بيتوا أعملوا كذا ليه قلتم يا جماعة ما فيش حماية قانونية لو تنصب عليكم كان ساعتها أول شركة كانت شركة مش أقدروا كانت شركة صينية كده مش أقول اسمها إيه اللي حاصل اسمها شان حتى فيه اللي حاصل وكانت أول نصباية ونقول لهم يا جماعة الحكاية مش كده قالوا أنتوا عشان مش عايزيننا نتخلص من عبودية العمل في الهياكل الإدارية ايه يا جماعة فيه واحد واحد بس ده احنا اتحررنا فبنقول لهم لا المسائل دي مليئة بالنصب مليئة بالنصب فخلوا بالكم فمحدش ريسة معنا أديوا أدي النتيجة هو أنت بتسألني هل هيكل النصيب في ده في حاجتين اللي أنا بتكلم علشانه وقلت الكلام ده علشان أول حاجة أن أنت تكون ما بازلتش المجهود اللي مفروض تبزله في مسألة أن أنت تتحر فأول حاجة لازم تتحر فإذا أنت كنت تحرّت خلاص حاجة تانية أن أنت ما تكونش كنت بتخدع الناس دي فتكون أنت غدرت بيهم ومن غشانها فليس منا فإذا كنت أنت أصلا مخدور بيك وإذا كنت أنت مخدوع زيهم لا ما عليكش اسم يبقى حاجتين التحري وإحنا بنقول كل الشباب تتحرّى في الشركات اللي من النوع ده تتحرّى يعني إيه لازم نشوف الشركة دي بتعمل إيه ولازم نشوف الشركة دي اللي ترخصه لا لازم نشوف هل في حماية قانونية ولا لا والحاجات دي كلها لازم نشوف لو كان بتشتغل بقى بالتسوق الشبك اللي احنا نتكلم عنه لا ما تروحش نحيطها تروحش نحيطها تروحش نحيطها ليه لأن قد ينا شايفين كل يوم بعد يوم إيه اللي بيحصل عن الكبارس وإزاي الشباب بيضيع عمارها وبيضيع وقتها وبيضيع أموالها في الأمر ده فأنت لو كنت تحريت وفي نفس الوقت ما كنتش تعرف آه لا ما عليكش أي إثم حتى لو الناس نصبوا عليهم لأن أنت هتكون مغدور بيك زي ما هم تغضر بيهم فنسب الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ الشباب المسلمين أنه يحفظ أموال المسلمين من الضياع وأنهم يكونوا على الوعي الكافي بأنهم ما يقعوش في براصن هذا الشكل من أشكال النصب الحديث ترجمة نانسي قنقر